رأس انطفض دعا إلى جلسة ثانية الخميس وسافر للاستجمام وتزود بالطاقة ليعود غروب الأحد واعدا بشروق القرار تمام سلام الرئيس الذي استردى صلاحياته في جلسة التحدي يوم أمس أصبح لديه مخزون قوة لفرض الانفراج على الانفجار وإذا متبعنا خط سيره بتاريخ لم يمر عليه الزمن فسوف نعفر على زيارة له لعين التين قبل ستة أيام حين ذاك لم يدلي سلام بأي تصريح وفهم أنها مجرد زيارة مجاملة لكن الرجل كان يعمل لتشريج المواقف من شحنة رئيس المجلس شرب سلام حليب بري الذي نمى عضلات رئيس الحكومة السياسية وزرع فيها ليحصد ثمار مرسوم الدورة الاستثنائية لا مواسم زراعية أهله بري ليكون سلام نبيها يضرب بيد من قرار ويواجه المارقين باللون البرتقالي وينتزع الصلاحيات ويدو انفجاره في قلب الجلسة لقلبها على المعطلين ولاحقا ينتزع انفراجا يتمدد إلى المسرح النيابي كان الحليب قد طفح في رأسه فتجاوز سلام اعتراض وزراء عون المدون في كتاب وقال لهم أنتم ترتكبون صابقة سياسية ودستورية لن أقولها وتابع حربه فقطف في الزراعة واحدا وعشرين مليونا وبالتصويت غير أن الأصوات خانته في بند مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب فسقط بين معطرد ومتحفظ لم ينتهي هنا مفعول الديناميت السياسي الذي زود به سلام من زيارة عين التيني لأنه استدبع الجلسة بجلسة والخميسة المقبل يعود النقاش إلى مرسوم الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بحيث وإن وزراء بينهم حزب الله قد يوافقون على المرسوم وعندئذ تكون حقنة بري قد سرت في العضل وتمكن من بلوغ جلسة لمجلس النواب يعقدها وإن كره الكارهون وغضب العونيون تلك طريقة في العمل السياسي يختبرها رئيس المجلس وقد أجرى عينات عليها سابقا مع الوزير جبران بسيل إبان تأليف حكومة سلام التي عانت كثيرا من التعثر قبل ولدتها حينئذ نعطي بسيل وعدا بالبيع وبإسناد وزارة الطاقة إليه لأن البترول سوف يتفجر على أيامه وافق جبران وتكتل عون على التشكيل بضمانة رئيس المجلس لكن بري كان قد طرح المداورة على الرئيس تمام سلام فتبخر النفط ولم يجني صهر عون إلا الغازة غير المجدي أو المسيل للدموع السياسية على أبعد تقدير الخميس المقبل نحن أمام جلسة شد عصب أخرى يترقب فيها بري جلسته النيابية ويتطلع من خلالها الوزراء المسيحيون بعيون الفخامة وربطا أكد رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان الجديد أن وزراءه ليسوا معترضين على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لكنهم يرعون بعد بعض المحاذير الدستورية وأبرزها صلاحيات رئيس الجمهورية لناحية الطعن في القوانين أو ردها وهما صلاحيتان مفقودتان وليستطيع مجلس الوزراء أن ينوب عن الرئيس فيه ما هنا ووضع سليمان شروطا ثلاثة طعط الجلسة شرعيتها الدستورية أولها تطقيق ببرنامج الدورة الاستثنائية وتحديده وعدم تركه فطفاضا ترجمة نانسي قنقر